ندوة نقاشية أقامتها مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية في بغداد وبرعاية من منظمة اليونسكو تهدف لكسر حاجز الصمت تجاه ما يتعرض له الصحفيون والإعلاميون خلال تخطية الأحداث في محاولة لتحسين الفهم المتبادل بين سلطتي القضاء والإعلام وتعزيز حرية التعبير عن الرأي ونقل المعلومة نحن الآن ومن ضمن هذه الجلسة أيضا نناقش هذه القضية هناك محاكم نشر تم تأسيسها مؤخرا سيكون لدينا يوم 11 دعش تدريب خاص لقضاء محاكم النشر أكثر من 30 قاضي سيحضرون في محاكم النشر ستقوم اليونسكو عبر خبرائها بتدريب هؤلاء القضاء وعقد جلسات لاحقة من أجل أن يكون توضيح لحق حرية التعبير عن الرأي وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي قد أصدر العام الماضي سلسلة من التوجهات إلى التشكيلات الاتحادية العراقية باستثناء يقليم كردستان قضت بعدم التعرض للصحفيين أثناء التخطيات الإخبارية لكن زملاء المهنة يتحدثون عن استمرار الانتهاكات بحقهم وبشتى الوسائل وخصوصا الشكاوى التي تحرك من قبل سياسيين ضد الصحفيين نجد بأن هناك تهجم كبير من قبل الساسة وأيضا القوات الأمنية هناك خلافات دائما لأنه عدم وجود توصيات من قبل القادة الأمنيين للأفراد فنجد بأن هناك تكون صدامات كثيرة وصدامات مباشرة من قبل الصحفيين مع القوات الأمنية من يعتقد بأن الإعلامين والصحفين في العراق قد خفى الخطر عنهم أو تقييدهم فيما يتعلق بحرية التعبير فهذا حقيقة خاطئ لأن الانتهاكات كما ذكرت مستمرة منها التهديد بالاعتقال الإيقاف عن العمل أو إيقاف التغطية من قبل الأجهزة الأمنية وبحسب إحصاءات منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان فإن خمسة صحفيين ومدونين عراقيين تعرضوا للقتل من قبل جهات وجماعات مسلحة مجهولة خلال العامين الماضيين وخصوصا أثناء تغطية تظاهرات تشرين فيما غيبت جماعات مسلحة ناشطين مدنيين ومدونين لا يزال مصيرهم مجهولا حتى الساعة وهنا في إقليم كردستان لا تختلف الصورة كثيرا عما يواجه زملاء المهنة في المناطق الاتحادية من تحديات وانتهاكات خلال تأدية عملهم فقد صدرت في دهوغ خلال سنتين الماضيتين أحكام بالسجن على خمسة صحفيين بينما أخلي قبل أيام سبيل صحفيين في السليمانية بعد قضاء أيام في التوقيف بسبب شكوى قضائية قدمتها ضدهما جهة أمنية أيوب رضاء الحراء أربيل